طلبت زوجة الأب من فاطمة أنها تروح للبقالة وتجيب لها بعض الأغراض وأول ما دخلت فهم الرجال ووقتها قفل البقالة واحتدى على البنت أخذ سيارة وهرب ومعاد طفلة هذه رجع الأب للبيت وقالت لزوجة الأولى ترى بنتنا فاطمة خرجت وما رجعت هنا الأب جنجنونه وجلس يدور على بنته يمين يسار لكن ما في أي خبر حالة الأب صارت تصير سيئة أهل الأب قبيلتهم زاد الكلام قرر الأب أنه يكذب على القبيلة أعلن وفاتها فأنه كذب لا حصلها ولا شيء نرجع للرجال اللي خطف البنت وفاطمة والمسكينة فاطمة حملت حين هذا الزفت اللي خطف فاطمة متزوج وزوجته الأولى عشان ترضى قالت خلاص نخليها عندنا تخدمنا خدامة يعني ونعطيها أكل بس في هذه الفترة فاطمة جابت بنوتها وجابت بعدها ولدها واستمر الموضوع 22 سنة وقبل 10 سنوات من الآن راحت فاطمة مع أولادها للسوق وقابلت ناس من جنسيتها كانوا عسكر من جنسيتها وعلى طول استنجدت فيهم وقالت لهم قصتها الخيالية توجه العسكري هذا المنطقة فاطمة منطقة أهلها وفعلا لقى رقم أبوها تسلت فاطمة فجر رمضان بأبوها قالت لها أبويا أنا فاطمة بنتك اللي مختفية لي 22 سنة قال لها أنا بنتي فاطمة ماتت قامت وقتها تكلمت فاطمة وقالت قصتها وهي منهارة وتبكي رفض الأب أن يستقبلها وقال لها خلاص إحنا نسيناك ما نحتاجك في حياتنا وقفل الجوال يأست فاطمة من أبوها دخلت في دوامة الحزن والاكتئاب أرسل العسكري خطاب للسفارة عشان توصلهم مع الأبنا وقتها عرف الأب أن الحكومة دخلت ولازم فاطمة ترجع لبلدها وفعلا رجعت فاطمة لدولتها ورجعت فاطمة معززة مكرمة لبلدها وحصلت على كامل حقوقها من شغل وسكن واستقرار وانتهت معاناة دامت خمسة وعشرين سنة انتهت القصة